على مر العصور وبهذه الطريقة يتعامل الجهل مع العلم إنها طريقة تكريم لحملة الشهادات العليا في العراق القوات الحكومية تعتدي على المتظاهرين السلميين ضربا وقذفا بخراطيم المياه ما أدى إلى إصابة عدد منهم وتعرض النساء المعتصمات للإهانة في صورة تظهر بجلاء كيفية تعامل الحكومة مع من طالبوا بحقهم في التعيين بعد أن حصلوا على شهاداتهم العليا في الماجستير والدكتورة العنف الذي تعاملت به القوات الحكومية مع المعتصمين أثار غضب العراقيين الذين استهجنوا تلك الطريقة غير المقبولة في فض التظاهرات السلمية أما المتظاهرون من حملة الشهادات العليا فقد أكدوا أنهم بصدد توسيع الاعتصامات خلال الأيام المقبلة وأن ما حدث يؤكد مسؤولية الحكومة عن استخدام العنف المفرط ضد المعتصمين تجمع حملة الشهادات العليا دعا إلى المشاركة الفاعلة بكل الوسائل المتاحة مبينا أن السياسيين الذين سرقوا حقوق حملة الشهادات العليا وصروا على عدم إنصاف هذه الفئة هو ما لم نسكت عنه مهما كانت العواقب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أشارت إلى أن الاعتداء على المتظاهرين جريمة يحاسب عليها القانون ويتحملها المسؤول الأعلى الذي أعطى الأوامر ومن حق المتضررين من المتظاهرين السلميين التوجه إلى المحاكم لمقاضات المتسببين في هذا الاعتداء وتعليقا على فضل اعتصام حملة الشهادات العليا بالقوة قال النائب أحمد الجبوري إن مصير البلاد بيد الجهلة وضاف أنه أمر طبيعي أن يعامل أصحاب الشهادات العليا بهذه الخصة إذا كان الجهلة هم من يحكمون البلاد على حد تعبيره ودعا إلى التعامل بحزم مع الفاسدين وليس مع الخريجين من جنبه دعت نقابة الأكاديميين العراقيين الحكومة إلى الاستقالة ورفضت التعصف الذي تعرض له المتظاهرون من حملة الشهادات العليا وحملت الحكومة مسؤولية الانتهاكات التي مورست بحقهم ويبدو أن تهميش أصحاب الشهادات العليا والضغط عليهم يجري بتخطيط مدروس لإفراغ العراق من العلماء والمفكرين وهو مشروع بدأ عام 2003 باغتيال الكفاءات والطاقات العراقية من المدنيين والعسكريين ترجمة نانسي قنقر موسيقى